اهلا بكم حضراتكم في هذه التغطية الخاصة بنادي الأهلي حيث ارتقى النادي الأهلي إلى المركز السادس تبقى لإحصائية الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في التصنيف الشهري للأندية على المستوى العالمي وذلك قبل خوض ومواجهة كاس سوبر الافريقي أمام نظير وإتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي ستقام على الملك فهد بمدينة الطائف وتصدر منشستر سيتي الإنجليزي صدارة التصنيف العالمي الشهري للأندية الذي أصدره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء من خلال موقعه الرسمي واحتل ريال مدريد الأسباني المركز الثاني في وصافة التصنيف العالمي الشهري للأندية وذلك بعدما تراجع من المركز الأول عن التصنيف الماضي فيما تواجد الأهلي في المركز السادس عالميا ضمن التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء والأول عربيا وإفريقيا وجاء باين ميونيخ الألماني في المركز الحداشر ومنشستر يونايتد الإنجليزي احتل المركز السابع وبرشلونة الأسباني صاحب المركز الثمانية وعشرين معا يوبانتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي بما جاء فريق بيرامتز في المركز الثاني على المستوى المصري والرابع إفريقيا وثلاثة وسبعين عالميا ضمن التصنيف الشهري فيما احتل فريق الزمالك المركز الثالث على المستوى المحلي والمركز الخمسة وتسعين عالميا فيما جاء في المركز الثامن إفريقيا خليني أقولكم أن الأهلي هيلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التساعة مساء ممع المقبلة في مباراة السوبر الإفريقي على أستاذ مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائفة في السعودية بحثا عن التدويج أكيد باللقب التاسع في مشواره خليني أقول حضراتكم أيضا أن الأهلي بيعدل أكثر تتويجا بلقب كاس السوبر الإفريقي على مر التاريخ حيث حقق اللقب في ثمان مناسبات سابقة بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط الأولى أمام الزمالك في جنوب إفريقي عام 1994 والأخرى أمام وفاق ستيف عام 2015 أكيد بنتمنى التوفيق لنادي الأهلي في كل ما هو قادم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا منا يحيا وإلى اللقاء موسيقى موسيقى